تقدم مجلس دارة النادي الاهلي بعدة مذكرات لعدة جاهات علشان اتعرف عليها بالتفصيل معي المتحدث الرسمي باسم مجلس الادارة الاستاذ شريف وابنه لك اهلا بك على شقعة النادي الاهلي ربنا يكون في العون فترة يمكن الاهلي بيعيشها في فترة ازمات ولكن مجلس الادارة قادر على اخذ حق النادي الاهلي قادر على اقاف اي متهور يفكر يعني يكون بيجاري النادي الاهلي او مجلس دارة النادي الاهلي قلنا بشكرك شريف شكرا جزيلا وأهلا بك وتحياتي لبشاري وقناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي العظيم والكل جماهير المصرية الحية أنت لو أزنت لي بس قبل ما كلمك في الموضوع ده بالتفصيل عايز أؤكد على نقطتين نذكر الناس بيهم يعني أو نؤكد على نقطة فيهم ونذكر الناس بنقطة أخرى النقطة اللي نؤكد عليها هي أنه الرياضة ما هي إلا وسيلة لتهذيب النفوس والارتقاء بالأخلاق والسمو بالروح والتعاون وتعميق أواصر المحبة والصداقة بين الشعب وبين حتى جماهير الأندية المختلفة صحيح ممكن يبقى فيه شوية مناكفات مناوشات لكن في النهاية في علاقة طيبة بين جماهير الأندية المختلفة فمش عايزين الرياضة تخرج عن هذا الإطار النقطة اللي عايز أكد عليها كمان أنه لا أحد يزايد على النادي الأهلي العمره 112 سنة الحقيقة اتسم خلالهم دايما بالمواقف القيامية والأخلاقية المحترمة والمواقف التربوية تجاه أبنائه حتى اللي كان بيخرج فيهم عن النص سواء بالتهذيب والإصلاح أو باللفز خارج المنظومة إذا كان هناك صعوبة في عودته إلى الطريق القوي النقطة الثالثة اللي أحب برضو أذكر الناس بيها بقى هي للتذكرة إنه السنة اللي فاتت لو حداك تفتكر يا شريف في نفس التوقيت من عام مضى بالزبط بعد بل أهلي فاز على الزمالك 2-0 لو أنت فاكر وكان في طريقه لأداء مباراة السوبرتانيوم في المطار وحصل نقاش بين اتنين من اللاعبين الزميل اللي بيغطي للموقع الرسمي للنادي فتح الكاميرا عندون قصد فهذه التعبيرات المجلس دارة النادي الأهلي بيقالة الكابت المحمود الخطيب شخصيا ارتقى إنها ربما يعني تجرح مشاعر لعبي نادي الزمالك وجمهوره رغم على فكرة كان الكلام عادي جدا وفيش فيه أي شيء ولا أي خروج عن النص وده كلام بتقال بين الجمهور وفي إطار مدعبات وبلع بيش مشكلة وركن شوف النادي الأهلي عمل إيه أنا طلقت تليفون غاضب جدا من الكابت المحمود الخطيب بيبلغني بقراره اللي هو إيقاف الزمل المسؤولين عن البث على الموقع وترحيل الزميل اللي نقل هذا الموقف عبر السوشيال ميديا وعبر صفحة النادي الأهلي مش كده بس وبعد ذلك حصل إنه يمكن لتنين الزمل دول غدروا النادي رغم إنه يعني شباب كان كفء في مجال عمله ليه النادي الأهلي خد هذا الموقف كابت المحمود الخطيب إنه هو ده النادي الأهلي النادي الأهلي اللي حريص على علاقته المتميزة بكل الأندية فما بالك إذا كان نادي الزمالك اللي هو يعني تاني أكبر نادي في مصر وفي علاقة ممتدة بين رموز النادي في الأهلي وأيضا رموز نادي الزمالك دي كانت بس مقدمة مهمة علشان أذكر الناس بيها الأهلي في مثل هذه المواقف بتصرف إزاي الحقيقة أن نادي الأهلي فوجئ مؤخرا منذ عدة أشهر بهجوم ضاري وغير مبرر وتجاوز كل الأعراف من قبل رئيس نادي الزمالك ضد النادي الأهلي وضد الكابت المحمود الخطيب شخصيا وضد مجلس إدارته يعني الحقيقة فردا فردا وأنت تعلم حجم احترام ودمثت خلق رئيس النادي الأهلي الكابت المحمود الخطيب والسادة عضاء مجلس إدارة المحترمين والنادي الأهلي كدأ به وكعداته لا ينزلق أبدا إلى مهاترات أو إلى تلاسن التزم الصمت وترفع عن الرد طوال الأشهر الماضية الحقيقة للأسف الشديد البعض فهم أنه هذا الترفع وهذا الصمت ضعف فتمادى واستمر الهجوم والتجاوز في حق النادي الأهلي ورموزه وجماهيره جمهور كان غاضب جدا بيطالب باتخاذ موقف في النهاية أنت كمجلس إدارة النادي الأهلي الحريص على ترسيخ القيم والتعاون والعلاقات الطيبة بين الأندية لو ما أخذتش موقف فأنت بتترك الجمهور يتصرف واللعب بورقة الجمهور غاية في منتهى الخطورة وبالتالي كان لزاما على مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابت محمود الخطيب أنه يتخذ الإجراءات التي تتفق وتتسق وتنسجم مع قيم ومبادئ النادي الأهلي التاريخية وفي الحاضر وفي المستقبل دون الانزلاق إلى أي نوع من المهاترات في أليات وفي طرق معينة النادي الأهلي سلكها بدأها زي ما حضرتك عارف ببلاغ إلى معالي النائب العام المستشار نبيل صادق بيعدد فيها تقدم به الأستاذ محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي وكيلا عن الكابتن محمود الخطيب وعن السادة عضاء مجلس إدارة جميع بيعدد فيها كل التجاوز والمخالفات والتطاول اللي الحقيقة طال رموز النادي الأهلي وجماهير ومسؤوليه وكل المنتمين له للأسف الشديد أن هذا البلاغ حتى الآن لم يتم البت فيه لاعتبارات الحصانة البرلمانية للسيد رئيس نادي الزمالج طيب النادي الأهلي يصمت؟ لا النادي الأهلي قرر أنه يتخذ حزمة ومجموعة من الإجراءات زي ما أنت تفضلت ليضع مسؤول الدولة المصرية أمام مسؤولياتهم في منع الحقيقة حدوث فتنة كبرى بين جماهير الرياضة في مصر فالنادي الأهلي تقدم بمذكرة الحقيقة إلى السيد الفاضل الأستاذ الدكتور علي عبد العالي رئيس مجلس النواب يضع أمامه هذا التجاوز ومدعم بالأسانيد والوسائل الحقيقة السيديهات وخلافه التي تثبت حق النادي الأهلي دون ذنب ودون جريرة ارتكابها الحقيقة تقدم أيضا بمذكرة لدولة رئيس مجلس الوزراء دكتور مهانس مصطفى مدبولي أيضا يطلب منه التدخل والبحث عن آلية لوقف هذا النوع من التجاوز الذي يمكن أن يؤدي إلى أمور لا يحمد عقبها زي ما قلت لك ممكن تؤدي إلى إثارة وفتنة كبرى بين جامهير في وقت أنت مطالب فيه أنك تكون قدوة للنشأ والشباب وتجمع أبناء هذا الوطن على قلب رجل واحد مصر بيعاد بناءها مصر بتشهد الحقيقة نهضة بنائية لم تشهدها في تاريخها الحديث مصر مقدمة على تنظيم بطولة أمم أفريقيا في يونيو القادم وبالتالي محتاجين نظهر بمظهر مشرف محتاجين نقدم صورة حضرية تليق باسم مصر الجديدة الحديثة الناهضة الحقيقة بالإضافة إلى خطاب أيضا إلى الدكتور أشرف صبح وزير الشباب الرياضة المحترب بنفس المعنى طيب هل النادي الأهل اكتفى بهذا؟ لا النادي الأهل أيضا علشان يكون أم بجملة من الخطوات المتسقة والمتناغمة طبقا للقانون توجه إلى اتحاد الكورة فتقدم بمذكرة إلى رئيس لجلة القيم المستشار محمد عبدالصالح بنفس التجاوزات وبما يعني يدعمها بالأسانيد تقدم بمذكرة أخرى إلى اللجنة الأولمبية المصرية طبقا لقانون الرياضة فاللجنة الأولمبية هي المسؤولة عن هذا الأمر ولجنة القيم والأخلاق القضائية الموجودة وعلى رأسها قاضي جليل يشار إليه بالبنان يعني أنا لا أمدح ولا أذم فالقاضي لا يمدح ولا يذم لكن الناس تعلم من هو المستشار محمدي قنصوة أو المحمدي قنصوة رئيس محكمة الجنايات القاهرة السابق هو يتولى هذه اللجنة أيضا طبقا للقانون وطبقا للمثاق الأولمبي وطبقا لمدونة السلوك والأخلاقيات المعتمدة من قبل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية النادي الأهلي قعد خطاب مرفق به المستندات اللازمة وتوجه به إلى اللجنة القضائية برئاسة المستشار المحمدي قنصو ثم مذكرة تانية وتالتة ربما إلى أستاذنا الجليل أستاذ مكرم محمد أحمد الكاتب الكبير بصفته رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للنظر في الخروج على النص على مواقع التواصل الاجتماعي سواء كانت صفحة الموقع فيسبوك أو قناة رئيس الزمالك على يوتيوب لأنها الحقيقة منصة للتطاول والتجاوز في حق الأفراد وفي حق المؤسسات وطبقا للقانون المفترض للمجلس على تنظيم الإعلام هو المنطبي نظر في مثل هذا الأمور خاصة إذا زاد عدد متابعيك على صفحتك على موقع التواصل عن خمسة ألاف شخص فلين النادي الأهلي أقدم على هذه الخطوة؟ النادي الأهلي لسببين؟ السبب الأول أنه من الآن فصاعدا لن يقبل النادي الأهلي أي تجاوز في حق أي من أبناء النادي أو لعبي أو جمهوره وبالطبع مسؤوليه ورموزه لأن النادي الأهلي لا يتجاوز ولا ينزلق إلى مهطرات ولا الحقيقة يتطاول على أي فرض أو على أي مؤسسة ولم يحدث في التاريخ ولن يحدث يعني فكرة ده مش هيحدث وبالتالي ننتظر من الآخرين التقدير والاحترام المتبادل طبقا للأعراف والتقاليد التي تربين عليها والمتعرفة في المجتمع المصر رقم اتنين أنه كان لزاما على مجلس الدارة النادي الأهلي أنه يتخذ هذه الحزمة من الإجراءات حتى يمنع أي تصرفات فردية سواء من قبل المنضويين تحت لواء مؤسسة الأهلي يعني سواء من المدربين أو المسؤولين اللي طالهم الحقيقة التجاوز سواء كان كابتن سيد محافظ مدير الكورة سواء كان عميد محمد مرجان مدير النادي كابتن محمد خطيب شخصيا اللي مفيش اتنين في مصر أو يمكن في الوطن العربي بيختلفوا على دماثة خلقه على أدبه الجم على توضعه الرفيع وعلى التنازل حتى عن حقوقه من أجل النادي الأهلي فما كان ينبغي أبدا نحن ننزلق إلى هذا الأمر يعني وبالتالي دون أن يلوم أحد النادي الأهلي كان هناك صبر كان هناك ترفع ثم كان هناك جرز إنذار تنبيه أيها السادة مسؤول الدولة المصرية العظيمة المحترمة التي نشوف بالانتماء لها والنادي الأهلي مؤسسة عظيمة وجزء من هذه الدولة ويعيش تحت غطاءها وتحت مظلتها من فضلكو الأمر أمامكم طبقا للقانون يعني لنمنع الظلم من استمراره أو نمنع الظالم من الاستمرار في ظلمه وليو الشريف يمكن الأهلي أخذ عدة خطوات الخطوة الأولى النائب العام ثم اليوم بعدة يمكن بيانات أو عدة تقديم مذكرات للجهات المعنية كل الجهات في مصر ماذا بعد الأهلي مجلس الردارة خلاص وقف على كده ولا لا هناك المزيد هناك مزيد من التصعيد الفترة المقبلة ممكن يلاقي مثلا منوصل للاتحاد الدولي اللجنة الأولمبية الدولية ولا خلاص وقف مجلس الردارة عن هذا الحجم اللجنة الأولمبية المصرية تبقى للقانون هي خطوة أولى في تجاه الخطوات التي تليها المخطبة السادة للمسؤولين النادي الأهلي يريد دائما ويتصرف دائما شأنه لأنه كبير والكبير لا يتصرف إلا تصرفات كبيرة النادي الأهلي بيلجأ للمؤسسات الكبيرة والمسؤولة في الدولة المصرية ليضعهم أمام مسؤولياتهم زي ما ذكرت الحضاكة هل عندهم أليات أو أدوات قانونية يقدروا يستخدموها بالتأكيد عندهم والله في حال أنه لم يتم استخدام هذه الأدوات ولم ينتهي هذا الأمر أحب طب من حضرتك وطب من جمهور النادي الأهلي أنه النادي الأهلي عنده خطوات بديلة وعنده أليات أخرى لاتخاذ مواقف أخرى يضمن بها حقوقه ولديه ملء الثقة في رجاله وفي الحقيقة رموزه وفي مسؤولين هم يستطيعوا والحصول على حقوق النادي بالطرق الشرعية وبالقانون أيضا دون الانزلاق إلى أي مهاترات أو تلسل أنا بطم الحضاك وطم جمهور النادي الأهلي أنه في خطوات أخرى يعني كل في حين سنعلن عنه لكن إحنا هذه الخطوة في انتظار ردود أفعالها وفي انتظار تصرفات السادة المسؤولين اللي تم رفع المذكرات والشكوى إليهم بالإضافة إلى موقف اللجنة الأولمبية المصرية يعني هي المسؤولة عن ضبط الحالة الرياضية والأخلاق وفي مثاق أولمبي وفي مدونة للسلوك والأخلاقيات هل حصل في تجاوز هل في جهر هل في عنف هل في تهديد يعني الحقيقة كلها أمور موجودة في مدونة السلوك وموجودة في المثاق الأولمبي وبالتالي الأمور لا تأخذ على عواهنها ما فيش حد يطلع كده في أي وقت يقول أي حاجة وبعدين ما حدش يقدر يحزبه والأمر يصل إلى إن إحنا نلوك الناس في سيرتهم ونلوك الناس في أعراضهم ونلوك المؤسسات ده أمر مرفوض لاحبة يعني وكد لك عيا الشريف أيضا وجمهور النادي الأهلي النادي الأهلي لا يهتز ولا ينشغل بالصوت العالي إطلاق ولكنه لا ينزلق إلى مهاترات أو تلازل وزي ما قلت لك عنده يعني طرق بيتخذها كفيلة بإنها تعيد الأمور إلى نصابها إن شاء الله خورة نوع أحد من حراتك قلت لن يسمح النادي الأهلي بعد هذا اليوم أو بعد اليوم بأي تجاوز آخر خلاص من الآن فصاعدا النادي الأهلي يستطيع أن يحصل على كل حقوق أن يرضع المتجاوز بالقانون وبالطرق الشرعية ولديه من الأليات ومن الوسائل أنه يفعل هذا زي ما قلت لك بطرق شرعية وقانونية دون تجاوز ودون اكتراث أو اهتزاز باتهامات أو صوت عالي أو يعني مثل هذه الأمور لا تحرك ساكنا في أي مسؤول في النادي الأهلي لأنه النادي الأهلي كتاب مفتوح ونحن بندعو والنادي الأهلي الحقيقة في خطاباته الموقعة من رئيس النادي شخصيا بيدعو أي جهة في مصر سواء كان مجلس نواب جهاز مركز لمحاسبات أموال عامة وزارة الشباب جهة إدارية ناداته كل شيء الحقيقة مدوم طبقا للقانون والنادي الأهلي لا يتخذ موقفا ولا تصرفا ولا قرارا مخالف للقانون على الإطلاق إحنا بنقول كده ونفتخر إن إحنا بننتمي إلى هذه المنظومة شديدة الرقي والانضباط لكن كمان أي جهة رقبية في البلد أنت جز أنت ترس في هذا البلد يعني أنت مش دولة داخل الدولة البعض دايما يتحدث ويحاول يعني إحداث نوع من الوقع أقول لك يوم النادي الأهلي متصورين نفسه لا 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 النادي الأهلي مؤسسة وطنية عظيمة وأسست بالأساس سنة 1907 لتحافظ على الكرامة الوطنية ولتكون موطنا وبيتا للمصريين في ظل تعازم وجود الأجانب في هذا التوقيت والنادي الأهلي هو صانع السعادة ومواقف النادي الأهلي بتطفي الحقيقة قدر من البهجة والسعادة على كل المصريين والوطن العربي فالنادي الأهلي مؤسسة كبيرة داخل جمهورية مصر العربية العظيمة اللي كلنا سعداء وفخورين بالانتماء لها ولهذا الوطن العظيم اللي زي ما قلتلك يعني مجد وتاريخ عظيم وحاضر أيضا يعني نقول مستقر ومستقبل مزدهر إن شاء الله عايزين نحافظ على هذا يعني عايزين المصر تستمر بهذا الإطار وكل أبناء يشاركوا فيها خاصة منظومة الرياضة لأنها أنا في تقديري واحدة من أركان القوى النعمة لمصر إن جزليا أنا أقول ذلك أحراتك وسعيد أحراتك وضحت النهاردة للرأي العام لجمهور الأهلاوي أني من الآن وصاعد مجلس الأدارة لنا نتهون في أي تقصير أو أي حد يمس كإننا دي الله أنا بشكرك يا شريف شكرا جزيلا ونتمنى إن شاء الله أنه الهدوء يعوم وأنه نعلي من قيمة الأخلاق والمثل العليا والروح الرياضية لتعود الرياضة كما كانت وستبقى دوما ساحة لتربية النشأة على القيم وعلى الأخلاق وتقديم القدات يعني أو القدوة الطيبة لأبنائنا شهد قناة الأهلي ده كان توضيح حام ومن الأستاذ طبعا شريف المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة النادي الأهلي ويبقى الأهلي فوق الجميع دمتم فأمان الله اشتركوا في القناة